مولدت في الجزء الشرقي من مقاطعة شرق زومبيا في عام 1966 كنت سائق سيارة ونجارا أيضا أحببت أكثر خصوصا عندما تتحرك صعودا وهبوطا لأنني أعرف العديد من الأماكن كسائق لقد استمتعت حقا بهذا العمل عندما كنت في الرابع والثلاثين من عمري حياتي تغيرت إلى الأبد في ذلك اليوم رأيت نقطة تتطور على الساق اليسرى بعد بضع ساعات ظهرت نقطة على الساق الأخرى ثم تحولت ساقية إلى اللون الأسود ذهبت إلى المستشفى واكتشف أنني مصاب بالغرغرينة هذا هو المرض الذي تأثرت به ثم اتخذ الطبيب قرارا أن ينقذ هذا الرجل يجب علينا فقط بترك التساقين ألمني ذلك حقا كنت قريبا على الانتحار اعتقدت أن حياتي قد انتهت لن أقود مجددا ولا أفعل عملي كنجار لكن بفضل الله وبفضل دعم بعض المحصنين عدت إلى طبيعتي فقط كان علي أن أتقبل ذلك وأقول دعها تكون بالطريقة التي من المفترض أن تكون عليه بعد أن بترت ساقي لم أعد أستطيع قيادة السيارة لكني استخدمت مهارة في النجارة لأداء مهمة النجارة ذات يوم طلب مني صديقي أن أقوم بعمل النجارة هذا في ورشة عمل للجمعية الزومية للأطفال ذوي الإعاقة حيث تتعامل هذه الجمعية مع المساعدة على التناقل للأطفال ذوي الإعاقة لقد أثرت حقا ذات مرة عندما ذهبت حول عالم الأطفال لرؤية الأطفال الصغار يواجهون بعض الصعوبات في كيفية البشي والتحرك لقد تأثرت للغاية حتى أعلم أنني قد حصلت على تلك المهارة وأستغلها لجعلهم يجدون استخدام العكازات يمكنني القيام بذلك على الرغم من أنني ما زلت أستطيع تقديم المساعدة حتى لا يشعر بالاكتئاب وهم في هذه الحال من الثامنة صباحا إلى الرابعة والنصف مساء أصنع بعض العكازات وبعض الكراسي خاصة الكراسي الخاصة بالوقوف للأطفال المعاقين حتى تصبح ظهورهم مستقيمة عندما أرى طفلا يستخدم العكاز الذي أصنعه أشعر أنني بحالة جيدة جدا وعندما أرى طفلا يرتدي بعضا من هذه الأقواس أشكر الله كثيرا لأنه هو الذي منحني القوة لأصنع تلك الأشياء عارفوا أنه في المستقبل يمكن لهذه الأشياء التي أصنعها أن تجعلهم يمشون ويتحركون وتجعلهم ليكونوا أشخاصا مهمين أنا دائما أجعل بعض الاختلافات للأطفال ذوي الإعاقة لكني أشعر وأعتقد يوما ما أن شخصا ما سيفعل المعجزات من أجلي مثل صنع بعض الأطراف الاصطناعية حتى أركض وأقف وأقوم بكل ما يمكن أن يفعله أي شخص عادي والآن أصبح هذا الحلم حقيقة أنا متحمس جدا هناك منظمة تدعى خمسمائة ميل والتي دعمتني لشراء بعض الأطراف الاصطناعية أعلم أنني سأقود سيارتي مرة أخرى في يوم من الأيام أعلم أنني سأقود سيارتي مرة أخرى في يوم من الأطراف الاصطناعية يمكن أن تتغير الحياة في أي وقت وعلينا قبولها بالطريقة التي تأتي بها لك أحث الأشخاص الذين يمكن العثور عليهم في الوضع الحالي أن يكون لديهم قلب يقبل كل ما يمكن أن يحدث لهم أن يكون لديك قلب وتصلي في كل مرة لأن الأشياء يمكن أن تتغير في أي وقت الحياة مثل كرة اللعب لأن هناك صعود وهبوط في هذه الحياة لذ عليك فقط تقبل الأمر بالطريقة التي تأتي الأشياء إليك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر